مرحبا بك مرحبا بك ريم وبالناس اللي تتسمع في إيكو ماغل كل إيكو انترناسيونال إيكو انترناسيونال نبدأ بالولايات المتحدة وين الأرقام تقول اللي الماندام تعبايدن اللي خارج من الحكم ولا بتوفاما معتها انتخابات تقريبة على الصعيد الاقتصادي ما هوش خائب معنها طاحت التضخم لتليثة بالمئة نسبة البطالة كيف كيف طاحت لتليثة بالمئة معنها وعمرها ما طاحت للنسبة هذي من سنوات الستين معنها التضخم من تسعة بالمئة هبط من تسعة بالمئة في 2022 هبط لتليثة بالمئة معنها في عام ستة بالمئة نقص لكن رغم هذا فما معنها هو صنداج تعمل اللي يقول انه اولويات النيخيبين اليوم معنها تلثة وسبعين بالمئة منهم اولوياتهم هي التحسين الاقتصادي معنها اول واحدة على رأس الاولويات الكل عاليش معنها يقول قايا الوقت اللي معنها البلان معنها ما هوش خايب بان تو سمبل مو على خاطر البلان هيدا ما تحسش في الحياة اليومية معنها الامريكيين السكين الولايات المتحدة ما شفوهوش مانت ما شفوهوش ما موش مالموس بالكل يعني صحيح معنها نقصة لانفلاسيون معنها صحيح باش ينقصوا مثلا ليتودان تغي معنها نسب الفائدة باش تنقص لكن الاسعار قاعدت مرتفعة خاصة اسعار متاع الموايد اللي معنها يشريوها كل يوم يعني ما نقصدش الاسعار فالعائلات قاعدت تتاعبة يعني في معنها كلفة الحياة كلفة الحياة بصفة عامة وكلفة الحياة اليومية اللي كي طلعت ما تبعتش من بعض الالباس اللي كنا نحكيوه عليها دونك برشة عائلات يقول لك اليوم ما يخلطوش يكملوا رأس شهر ما يخلطوش يخلصوا فاتوراتهم واعدادهم هذوما العائلات خطر الإدارة في أمريكا في الولايات المتحدة تعمل ديما تعمل دراسات ديما تعمل ديسانداج باش تفهم دونك 43 مليون أمريكي قالوا أنهم معتها هذي في أكتوبر 2023 قالوا أنهم رأوا معتها عنا مش مشكلة نخلصوا في فاتوراتنا بالصيف كان عددهم 27 مليون عامين التالي دونك ما تحسش كما قلت لك معتها الأرقام والنسب اللي نحكيه عليها متع 3% شو ما أجري هو يتسمى ضعيف معتها نسبها ضعيفة ولا وبو سيغولاتيف 3% تضخم أيضا لكن ما تحسش بالكل ما زالوا ما حسوهاش أيضا صعوبات بشتشرية منزل في الولايات المتحدة معتها ما زالت قايمة يعني صعيب يعني عليهم أنهم يشريوا معتها البووغ داشا متاحهم بش يخذوا منزل قاعد بقي ما هوش متابع معناها ما هوش مويل معتها من 30 سنة كانوا 25% أكا هاو معناها اللي يوحلو كما نقول معتها في مصروف ولا يقولك معتها الديبانس ليا الاكيزيشون دان لجمان يخذوا 25% من البوغ داشا اليوم ولو يخذوا 40% من البوغ داشا معناها هذية ما تيقسم لك مستويك المعيشة على سنين تقريبا بالضبط بالضبط يعني المخشيد الإيموبيليا ما تبعش كيف كيف هالانخفاضات اللي شاهدتهم معتها اعتفاع النسب متاع التضخم وكل دونك اليوم هم على أبواب انتخابات السكان الأمريكيين ومعتها قلقين على قلقين على البوغ داشا تيهم على الأيكونامي هي تقعد أولوياتهم يعني لا بيئة ولا تشغيل ولا شاي جهية على رأس الأولويات الكل ورغم اللي معتها الاقتصاد الأمريكي منتعش مقارنة بالاقتصاد الأوروبية مقارنة باقتصاد الصين ومش نحكي على الصين الاقتصاد والبطالة فيها مصدر قلق كبير يعني على دونالد ترامب رئيس السابق قاعد يستنى في قرار فيما يخص عدم ترشح من عدم مش نجمي شارك في الانتخاب النومبر لأنه قدامه تواجه اليوم 31 تهمة جنائية في أربع محاكمات تقريبا فعلا ما زال ما عندوش فكرة كبيرة اليوم في مبارسة الناس كل السنة وسائل الأعلام تسنى بشنو لي بشي يصدر يقول لك من المتوقع أنه القضاء بشي قرر قضية في قضية واحدة على الأقل اليوم بشي سير خاصة أنه فما إشارات توري اللي أو تأكد اللي فما قضية بعينها اللي هي قضية كولورادو هي التهدد بالأساس طرد ترامب من بعض بطاقات الاقتراع في الولاية في ولاية كولورادو بسبب جهود كما يذكر قدامي لإلغاء الخسارة متاعه في الانتخابات عام 2020 خاصة أن اللي هو دخول الموسين وقت الكابيتال هو معناها هو قانون اللي ترتكز عليه الشكوى يعني قانون كي دات من حرب القانون قديم إذا كان منعرش معناها أبري إذا كبش يصير الحكم إذا بشكن يذول حاجة معناها إذا كان تحكم أنه معتها غير قبل الترش صحيح يعني أنه اعترز على النتائج معناتها بالنسبال وعرق للشخص المدعش ومعتها وحف على الإنقلاب يعني وتوى معترض حتى على فكرة أنه يتنجم يتعدى الحكم هذية معناتها هو في أعلانات وتصريحاته معترض تماما ويتحدى الحكم حكم المحكمة معناتها في حال ما معناها معناتها حكمها وهو يترش حكمها منعرش الحقيقة منعرش شنولي شنولي بشي يصير بلاء ترامب والكيين السهيني سونئي معناها في عالقتهم بالتعامل مع القوانين والقوانين الدولية حاجة 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 رعيبة دوك الصين مقارنة كنا نحكي وعلى الاقتصاد الأمريكي اللي هو منتعش جلوبال ما ولكن معناها اليوم معتال الأمريكيين ما حاسوش في حياتهم اليومية ما حاسوش كل البعد على نتائج الانتعاش في الصين بالعكس فم مشاكل متعبطالة ومتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهذه تقولنا الجزيرة هو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين هذين هاللحد يقول أنه الاقتصاد ودأمين وظائف للشباب اليوم يكونوا مصدر قلق كبير في الصين ومع تقبل ما يبدأ البرلمين دورته السنوية في باكين دونك أليف المشرعين والمستشارين يتلموا من البلاد الكل في باكين اليوم باش يبدأ المؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الحاكم اللي معروف باسم دورتين ودورتين كنا نطقة صحيحة دونك هذي يتقول لك نحكي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعني اللي واجه أزمة السكن وكنا حكينا عليها يعني أزمة السكن والشركة الكبرى لانتربيز الكبيرة اللي كي طاحت معناها في الشوت متاح سحبت معها تقريبا الاقتصاد بشكل بشكل الاقتصاد ونعكس حتى على اقتصادات في العالم أخرى دونك أزمة السكن الاستهليك المحل اللي أيضا يقول لك منخفض والبطالة مستمرة في صفوه الشاباب زادة مرة في كوان تغنيسون لكن تذكروا وقلنا أنه الصين تشجع وليت على الشاباب مش يشتغل في المناطق الريفية وفي المناطق بعيدة على العاصمة دونك القضايا الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير للمثلين المثلي شعب في البرلمان وتوظيف الشباب خاصة منهم يعني بكين سجلة نمو اقتصادي نسبته 5.2 بالميرة و2023 لكنه يعتبر معناها معادل بطيء بالنسبة مقارنة للعادة وكي ما تقول انت دي ماريم اراهم معتها النسب هزا يزم تقرها في كونتكست ما تشجع غولاتيف ما تشمش تقارن يعني كانت تقول خمسة سنين بالمئة وتشوف احنا عاملين قد 0.4 بالمئة وتقول سيناغم لكن تحطها في كونتكست متاح وعدد السوكين ولو التفاوت ما تتلقاها في الصين ما تكفيش يعني ومقارنة بالمعادلات اللي سبقت معادل البطالة اليوم بين الشباب رسميا فلسين 15% يعني هوصل في اخر 2023 هزا معتها حسب مكتب الاحصاء واللي ما عادش عنده مزيدة ما عادش ينشر في نسبة الاحصاء سياسيا لأشهر من الصيف اللي فيت خطر معادل البطالة ارتفع الى ما يزيد على 20% في قبارش 20% نحكي عند الشباب 15% عند الشباب لكن عام ما تن فيت الى 20% ما مصيف وقفهم ولا يوم عاش يحطوا في احصائياتهم دونك اليوم ما نقولوش معتها ما نقولوش لهوا اقتصاد معناها تعب لكنه قلق معتها بشأن كما قلت البطالة بشأن ازمة السكن ومقارنة مع ما عندها حق الاقتصاد هدا في السنوات الماضية فكروا لي كانت نسبة نمو وصين ادوشي ما نتكنو نحكي في فترة مية الفترات ما تعرضت دول تخلت المرحلة النضج معناتها ما عادش ناجم تحق عملت كل شي تقريبا وبالتالي ستوتا في نرمال لنلقاو النساء بترجع لشكل دايبو اليوم تحكي المستوية بطالة زادة عالية مرتفعة مشنو اللي صاير بالضبط فما اشكاليات جديدة كنت تحكي على القطاع العقاري والسكن بالتحديد والموسين دا وقعدة تقوم بها الدولة فيما يخص قروض السكن شركة موحيدة برمتها هي معناتها تقريبا زعزعت البلاد هذي الكل هزي دا لازم واحدة يشوفها يحطها قدامه في التابلو باشي ناجم يفهم مشنو اللي قعدة يصير بالضبط كما قلنا فما ناس قاعدة تخلص في كري ديتها معتها بتاع السكن وهي وامي متوسيك ولا تخلص في كري فما اخلاق مشاكل كبيرة كبان نحكيه بطالة انو القطاع السكن يشغل معتها برشانيس معتها يدعام في الصين حرب ما نش قاعدين نحكيه عليها من شنو في حقها وديما نقول خطرنا مركزين على غزة معتها دكو معناها اللي قاعد يصير في غزة كل يوم يزيد معناها يعني ما مؤلم اللي يصير في غزة يعني معتها اليوم نشوف في إبادة جماعية قاعدة نتفرج فيها في live stream حاجة اللي توجع برشا لكن السودان أيضا يعني قاعد يصير فيها حرب كبيرة وإبادة دونك حرب السودان أثرت على القطاع الزراعي في البلاد أيضا يعني اقتصاديا تقن الجزيرة وتثبت أولا في معناها فجوة غذائية أيضا تثبت في خسائر كبيرة مثل الحرب لحقت خسائر بالقطاع الزراعي دونك ما زلوا منجموش حتى يقيموها الخسائر هذي ما زلوا ما وصلوش لفترة معناها التقييم دونك الدولة قاعدة تعمل على تقييم كل الخسائر دونك وزير المالية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحف في طوائع أيامات التالي قال تراجعت الإرادات خطر المصانع توقفت دونك في وقت تأثرت فيها الصاديرات لحد كبير خصوصا من الولايات الغربية نعرف لها تقريبا حرب أهلية حرب بين جزئين بلد مقسم إلى جزئين حرب أهلية فعليا دونك الانتاج في برشة مشروعات تعطل النقل تعطل دونك يتوقع الوزير أنه خسائر الحرب توصل 200 مليار دولار دونك رقم كبير جدا وأيضا في السودان نحن نحكيه على الجوع دي ما في غزة أيضا في السودان نحكيه أيضا على جوع على سوق التغذية كبير دونك مساحات زراعية كبيرة تعطلت دونك 70% من الانتاج بعد أن تجلسنا ما هو القطن وغيرهم المنتجات اللي ما تتزرهم الأراضي هذي معطلين 70% رقم كبير برشا أيضا نقص في التمويل في برشا ولايات فمش تمويل فمش حركة ديناميكية كاملا يعني رغم لي قدامي عضو مجلس السيادة في السودان الفريق إبراهيم جابر يقول أنه البلاد ما منعتش دخول المساعدات المدنيين العالقين في مناطق الجنوب في مناطق الحرب بين العناصر الدعم السريع والجيش السوداني نقول لكم نحن منعين لمساعدات أنها تدخل والخيطة بهذا يسمعناها برشا في برشا بلدين حد ما هو من عامة غريبة الناس قاعدة تموت بالجوع معناها هو يقول إذا لم يتم إنقاذ الموسم الزراعي في ولاية الجزيرة بالذيت وإنقاذ حصاد القمح ستحدث فجوة غذائية يتأثر بها أكثر من 20 مليون سوداني رهو رقم كبير يعني إنخفاض قطاع الأغذية الزراعية بنسبة 22% وهو يمثل 30% من نتج المحال الإجمال يعني خسائر آخر العام اللي فات تقدر بسنين فاصل مليار دولار وهان يبقى تكتش حاصل 200 مليار دولار دونك أرقام اليوم من الحروبات في العالم رهيبة رهيبة ورهيبة جدا واليوم يقع اعتماد التجوية كسلاح حرب اليوم نشيحكي تقبيرك على حرب غزة رجعت قلت تركيز يمكن مش عليها لأنه نحكيه على تقريب تمركز تموقع المواطنين الفلسطينيين في مكان معين كثافة سكانية كبيرة برشة وبالتالي خمسة خمسين كيلومتر مربع خمسة خمسين كيلومتر مربع لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف حاجة منتهى الإجرام إضافة إلى الاعتماد على لطبيض الصورة الاعتماد على التجوية اليوم معاديش نضربه نترشقه نبعثه في السواريخ وفي فقط وزي بنص رسمي من الأمم المتحدة قلتوا وعاودوا رجعوا يفسروا في مفهوم التجوية شنوه ما تتصور ألفين وربع عشر نحن اليوم يرجعوا يفسروا فيش معناتها التجوية وكيفيش الجوع ممكن أن يقتل الكهون والأطفال وعلى فترة زمنية قداش تولها معانتها ما بين ستة وثمانية أسابيع حاجة دوخ معانتها معانتها حاجة سيغياديست يعني فما صور بشتقط في البال معانتها مراسل الجزيرة اللي يختم في خدمته هو عنده قداش من نهار ما كليش ويروعش يعني حاجة يعني نعودوا نفسروا مفاهيم نغم المو مع تصيد لكي آخر حاجة نختم بها قبل الأخبار إنه إره في تيتر معانيها فرانس تقول يعني أخبار الثمانية ونعرفوا قداش أخبار الثمانية في العالم المتابعة يعني نحكيوا على تونس نسكولها ما تفعلتش أخبار الوطنية نصور في الثمانية ولي ما يشوفيش يشوفك الربورتاجي ويطاب على على الانترنت ونعرفوا اللي في الوديما تعمل في العالم الكل وفي فرنسا يعني في تلاحظ قداش فرنسا بعد حتى مياه وخمسين يوم من الحرب وثلاثين نلف وخمسمائة شهيد يعني نيس قتلوا تقول لك معاني هال تغتيل الإعلامية بدت معتا تنقص وصوصي ردويد كم نبودو شاقر معتا پوپرند الإكسبرسيون متاع ائري في يعني لأعلم في فرنسا تقول لك انفيزيبيلزيجن معاني هال اخفي تام للفلسطينيين وبصفة عامة وللصراعة زيدة كيف كيف تريمال تريتي يعني التناول الإعلامي معاني هال ساي جدا ولا ما هي قاعدة يسير عنوة معنى هذه الإخفاء كما انت ذكرت ولا تمس الحقائق ومحاولة فكرة انك تنسي الناس شنو اللي قاعد يسير في أرض من أراضي هذه الكرة الأرضية يظهر لي حاجة واضحة اليوم كما كان نقبل سياسة ممنهجة كما برج حاجة أخرين هو رقم معدها التعليم ما بين تيفان فرنس 2 نحكيه على 12 مليون وفاصل 5 من المشاهدين ونخفيه عنهم الحقائق شكرا لك يجر بجمع قدومانا خطر يجر رجع معنا في زوم من بعد